علق معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير مشروع تخفيض مرتبات موظفي الدولة وعطى الفرصة للنقابات العمالية لتقديم الاقتراحات المناسبة من أجل إيجاد حلول ترضي الطرفين جاء ذلك في الاجتماع الذي أعقده رئيس الوزراء مع نقابات العمال صباح اليوم برئاسة الوزراء فاطمة زهراء أبو المعلي يأتي الاجتماع التشاوري الذي أقضه رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير مع اللجنة الفنية الثلاثية للدراسة والتفكير حول الحفاظ على السلام الدائم والمكونة من الحكومة، الإطار الوطني للحوار الاجتماعي، التجمعات النقابية في سياق التفاوض والبحث عن حلول لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية ويحدث الاجتماع أيضا إلى بحث أبرز قضايا الساعة خاصة قضية قفض رواتب الموظفين الذي أصبح يشغل بل كل موظفي الدولة بل المواطنين برمتهم وفي نهاية الاجتماع الذي تم فيه التباهث حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية فقد أوضح رئيس الفدرالية الحرة للأمالة الجادين إبراهيم بن سعيد أن هناك اقتراحات كثيرة تم ترحوها في هذا الاجتماع والتي من شأنها الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني دون المساز برواتب الموظفين نهاية الوطني دون الموظفين أما رئيس الإطار الوطني للحوار الاجتماعي علي عباس سيتي فقد أشار إلى أنهم اختره على الحكومة مواصلة المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي من أجل إيجاد حلول أخرى بعيدا عن التفكير في قفض رواتب الموظفين الحكومة في موقع فلاثة جايدة لا بد يلقى إيكونامي 30 مليار في السنة لكي يلقى مناقشات كويس مع FMI ومال باير آخرين وفي هذا الحكومة كان دورت أول تعمل أبط ما في السالير والترافير رفض الكلام دا لكل هل الحوار الاجتماعي قايد غوي وإن شاء الله في المناقشة نلقى أهل الحكومة ورجال الأمال والترافير لكي بلدنا تمشي في مرحلة كويسة وأن أذكر أنه في الوقت الراحن فقد اتفقت الأطراف المتفاوضة على تعليق مسألة قفض رواتب الموظفين ومعصلة التشاور والتفاوض من أجل إيجاد حلول أخرى ترضي كافة الأطراف التقى اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنمعي سيدوبرانغ بمسؤولي منسقيات المشاريع والبرامج التنموية بالوزارة بغية معرفة سير العمل ومخرجات الأنشطة التنموية بالبلاد محمود مسلفيل بهدف معرفة إنجازات البرامج التنموية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي عبر منسقيات المشاريع الاقتصادية والتنموية وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية في البلاد وعليه جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي الدكتور عيسى دوبرانغ ومناسقي المشاريع والبرامج التنموية بالبلاد هذا وخلال اللقاء فقد استمع الوزير إلى كل المداخلات التي تداخل بها المسؤولون في البرامج والمشاريع التنموية والتي تمحورت جلها حول الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التنمية نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى عرض المشاريع التي تم إنجازها في الأعوام السابقة وفي نهاية هذا اللقاء طلب الوزير من جميع الحضور احترام قوانين سير العمل وسلم الإداري بالوزارة وتضافر الجهود وسعي من أجل تقديم أفضل خدمات تنموية لصالح السكان في كافة الأراضي الوطنية وللتذكيري فإن هذا اللقاء يعتبر أول لقاء عمل للوزير مع إداري المشاريع التنموية وذلك عقب تعيينه في الرابع والعشرين من ديسمبر للعام 2017 في الحكومة الحالية أطلقت اليوم وإزارة المالية والميزانية بالتعاون مع المفتشية العامة للإدارة والجمارك والحقوق غير المباشرة عملية صفر للخسائر المالية عن طريق الرقم 770 كان ذلك بحضور وزير المالية والميزانية الدكتور عبدالله صبر الفضل شراق عبدالله رحمه سعيا لتحسين إرادات الدولة جاء اليوم حفل تنصيب الفريق الجديد لمفتشية العامة لوزارة المالية والميزانية وكذا قوى أمنية دائمة لمنسقية دعم النظام المالي العامي بالبلاد وحضور المدير العام لقوات خدمات الأمن وحماية المؤسسات الدولة والمدير العام للجمارك والحقوق الغير مباشرة والمدير العام لقوات الدارك الوطني والمدير العام للضرائب وأرباب العمل والتجار وأناقل البضايع وفي بداية الحفل تم تنصيب الفريق الجديد بمرسوم رئاسي الرقم 300 سادر بتاريخ الرابع من يناير 2018 المكون من كلامي إنغاي ومفتش عام ونائبه جمال درمي هارون والعقيد أثمان آدم نوكي منسق قوة الدعم النظام المالي في البلاد وبعد تنصيبهم أطلق وزير المالية والميزانية الدكتور عبدالله صابر فضل عملية الصفر للخسائر المالية وقال بأن هذه العملية تهدف إلى حماية المواطنين من اختلاس أموالهم بطريقة غير شرعية طالبا منهم من الآن فصاعدا عليهم الاتصال برقم 700 متى ما تعرض للضغوط من جانبه المدير عام لقوات ختمات الأمن وحماية مؤسسات الدولة محمد إدريس ديبي إتنو أكد بأن القوات الخاصة المكونة من 500 جندي و36 عربة سوف يقومون بتدخل سريع في إنقاذ ما يمكن إنغازهم استقبلت عصر اليوم الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا محمد أبو استقبلت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد بهدف تعزيز العلاقات بين الاتحاد والبلاد في كافة المجالات آدم محمد شرفتي تجيء زيارة سفيرة ورئيسة بحسة الاتحاد الأوروبي في شاد دينيزا إلنا إلى الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا أبو وذلك بحدف التعاون المشترك بين البلاد والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية وقد تمحور اللقازها أساءة تترقت خلالها إلى سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين شاد والاتحاد الأوروبي وفور خروجها من المقابلة أكدت سفيرة ورئيسة بحسة الاتحاد الأوروبي دينيزا إلنا قالت بأن هذه الزيارة تعتبر زيارة ودية وتحدثنا حول سير العدالة والإدارة الرشيدة في شاد مشيرة إلى إسلاح مؤسسات الدولة والانتخابات التشريئية المقبلة في البلاد وأعوض هذا أيضا بأن الاتحاد الأوروبي سيقف مع البلاد في استراتيجية وتنفيذ برامجها المستقبلية للنحوض إلى العمام